كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيادة استهلاك الكهرباء تسببت بضغط على الموارد الدولارية للدولة لتوفير الكهرباء على مدار اليوم وخلال المؤتمر الصحفي نفى مدبولي وجود أي أزمة في توليد أو نقل وتوزيع الكهرباء لافتا إلى أن الأزمة تكمن في توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء مع الزيادة التي تحصل في عملية الاستهلاك ومعدلات الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة اللي حصلت في البلد وزيادة السكانية وكل الكلام ده بقى هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية علشان ندبر الحجم المطلوب عشان نضمن أن احنا نشغل الكهرباء على مدار 24 ساعة احنا ما عندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات ولكن هي مشكلة تدبير الوقود محطات الكهرباء بتشتغل على مكونين أساسيين المزوت والغز الطبيعي فالحقيقة يمكن احنا نحطين الخطة بتاعتنا على أساس أن احنا فعلا نحاول نفضل ملتزمين بموضوع الساعتين الانقطاع على الان شاء الله على الهدف أن احنا قبل نهاية هذا العام نكون بنتوقف تماما عن موضوع تخفيف الأحمال لأنه عارفين أنه هو مش فقط بيمس المواطن ولكن أيضا بيمس القطاعات الأخرى قطاعات الصناعة وقطاعات الاستثمار وبنبقى وعيين تماما وبنبقى يعني مش عايزين على الإطلاق أن أي مصنع يتضرر أو يتأثر من موضوع إيقاف الغاز ليه بسبب هذه الأزمة الموجودة